الأهلي كالمعتاد يلجأ للطرق الشرعية للحفاظ على حقوقه وللدفاع عن أي حقوق مهضرة بسبب أي أخطاء تحكيمية أو إدارية أو تنظيمية في أي مسابقات بيشارك أو يخدها النادي الأهلي ويشارك في مباراةها على المستوين المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالمباراة الأخيرة اللي أعتقد فيه إجماع في الأراء على أن النادي الأهلي وفريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ظلم فيها بشكل فادح من حاكم المباراة البوتسواني جوشوى بندو في هذا اللقاء على ملعب الفريق المنافس فريق النجم الساحلي بطل تونس طبعا كان فيه إجماع في الأراء أن فيه قرارات كانت في اتجاه واحد أو ضد فريق النادي الأهلي في هذه المباراة وأثرت على سير اللقاء وعلى مجريات اللقاء وأن إجمالي هذه القرارات أو مجمل هذه القرارات أثر بشكل سلبي على النتيجة بالنسبة للنادي الأهلي وعلى فرص النادي الأهلي في الخروج بنتيجة عادلة تعكس المستوى اللي قدمه في هذه المباراة وحقوقه أمام المنافس اللي أيضا اجتهد ولا نتدخل طبعا في اجتهاده وأداءه خلال المباراة ولكن نقيم هنا ما حدث وإن كانت القرارات التحكيمية كانت موضوعية وكانت عادلة وبتدي وبتمنح الطرفين نفس الحقوق ونفس الفرص المتساوية والمتكافأة أو لا النادي الأهلي في هذا الإطار حريص على عدم تكرار ما حدث في هذا اللقاء وعلى حفظ الحقوق وتكافؤ الفرص بالنسبة للفرق المتنافسة في دور الأبطال الأفريقي لكرة القدم في هذا الإطار بيحدد النادي الأهلي ما طلبه في أربع نقاط رئيسية طلب النادي الأهلي تطبيق تقنية الفار حكم الفيديو المساعد في مختلف مراحل البطولات الأفريقية بدءا من الموسم الحالي وخاصة أن هذه التقنية أصبحت من بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها وأصبح العالم كله بيلجأ إلى تطبيق هذه التقنية في كل المنافسات القرية في مختلف قرات العالم وأقوى البطولات الكروية بين الأندية على مستوى العالم وبطولات طبعا كأس العالم أو بطولات ولقاءات المنتخبات أهم البطولات كرة القدم على مستوى العالم على الإطلاق بيطلب النادي الأهلي تطبيق والتأكيد على تقديم هذه التقنية وتطبيقها في كل المباريات الأفريقية في مباريات طبعا دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم الطلب الثاني بيحدده النادي الأهلي ويقول أنه بيطلب عدم تكرار نفس أطقم التحكيم لنفس الفريق خلال المباريات المتتالية والمنافسات أو الأدوار المتتالية في نفس البطولة النادي الأهلي بيطلب عدم تكرار تعيين نفس طاقم الحكام لذات الفرق في نفس البطولة وكان هذا هو المطلب الثاني للنادي الأهلي حرصا أيضا على عدم تدخل المصالح وحرصا على شفافية الكاملة والفرص المتكفئة لكل المتنافسين تالت طلب قدم من النادي الأهلي في هذه الشكوى الموجهة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف كانت ضرورة تعيين حكام النغبة أو الحكام الأفضل في السيفي أو السيرة الذاتية والخبرات السابقة في المباريات الحاسمة والمهمة والمصيرية لكل الفرق في الأدوار الحاسمة في هذه البطولة أو المباريات اللي لها تأثير كبير جدا على مشوار أي فريق بالاستمرار من عدمه في المنافسة على اللقب الأفريقي والطلب الرابع هو تمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية الكاملة خاصة وأن الأخطاء نفسها أو ذاتها بتتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح ودون علاج حقيقي وبحث حقيقي عن الأسباب من أجل عدم تكرار نفس الأخطاء وعدم التأثير بشكل متكرر وسلبي على مشوار أي فريق وفرصه وإهدار لجهوده عن طريق أخطاء إدارية أو تحكيمية إن شاء الله يبقى فيه استجابة من الاتحاد الأفريقي وطبعا إحنا عارفين في الكواليس أن في بعض الأمور بتجري حاليا في الاتحاد الأفريقي أو الكاف في بعض الرؤى الخاصة بتطوير نظام التحكيم في الاتحاد الأفريقي أو إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بلجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي وحاليا كمان معروف طبعا في كواليس الإعلام أن هناك خلافات في الفترة الأخيرة بين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبين رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهناك بعض المقترحات من بعض الشخصيات القيادية أو بعض الشخصيات البارزة في الاتحاد الأفريقي بتصور جديد لكيان لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي وهذا الأمر طبعا لا يعني نادي الأهلي نادي الأهلي معني فقط بالحفاظ على حقوقه ونفس الفرص تكون متاحة له بشكل يعني بيدي نفس الفرص المتساوية أو المتكافأة مع كل فريق بينافس النادي الأهلي في مختلف مراحل البطولة ومنافستها